السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا شباب و يا بنات يا ربي يبقى الكل بخير العادة الجميلة بتاعتنا قبل ما نبدأ اي حاجة تننزل تحت على التعليقات نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم وتكتب لي انت بتشرفني بالمشاهدة من اي دولة عايزين نعمل حاصر ونعرف اكبر عدم المشاهدات جاي من اي دولة زي ما احنا عارفين يا شباب و يا بنات ان فيه تلات طرق ان انت ممكن تبعثلي بهم الاستفسار بتاعك اول طريقة ان انت ممكن تكتب لي تحت اي فيديو تكتب لي تعليق تحت اي فيديو في الاستفسار بتاعك هاخد التعليق بتاعك وهجاوب على الاستفسار بتاعك بنفسي تاني طريقة وهي على حسابي في الانستجرام لو انت حابب تتابع لقطات من التمرين بتاعي تحابب تتابع صور من نصائح صور عن التمرين صور عن التخزية حاجة تبس كده سريعة على حسابي في الانستجرام كمان ممكن تبعثلي رسالة على الانستجرام فيها الاستفسار بتاعك الوسيلة التالتة اللي انت ممكن تبعت بها الاستفسار بتاعك وهو على حسابي الشخصي في الواتساب ايه حسابي الشخصي هتلاقي تحت برضو الفيديو موجود دلوقتي ازاي انت ممكن ترسلني على الواتساب وتبعتلي الاستفسار بتاعك السؤال اللي بعد كده معانا هو لو سام و سام بيقول كوتش ممكن استفسر منك عن اعتماد ايروب اكتف اذا كان عندك خلفية عنه او سمعت فيه لان فيه شهادة سي بي تي معتمدة من هزي الجهة وبحكم خبرتك ابغى اخد رأيك في هذا المجال طيب شكرا يوسام على سؤالك طبعا الايروب اكتف اعتماد مشهور و فيه نقطة مهمة جدا حابب بس اريح منها الناس في موضوع الاعتماد انت عايز تاخد شهادة دولية ام شهادة محلية عايز تدخل الكورس تتعلم محتوى علمي ولا عايز شهادة و اسمه بس لازم تحدد ايه الجهة او ايه هي الحاجة اللي انت عايزها لان على اساسه هتروح لجهة الاعتماد ده اول شيء تاني شيء شوف المكان اللي انت حابب تشتغل فيه او الدولة تحديدا الدولة اللي انت حابب تشتغل فيها وتواصل مع الجهة وقول لهم اي اعتماد اقوى عندكم اي اعتماد اقوى لديكم اي اعتماد بالنسبة لكم مقبول ليه بقولي الكلام ده لان مثلا شهادة زي الاساس اي شهادة دولية كبيرة عريقة مشهورة معروفة في بعض الدول في الفترة الاخيرة من ضمنها الامارات دولة الامارات اصبحت لا تعتمد شهادة الاساس اي لا تأخذ بهذا الاعتماد ويتوجب عليك انك لو توجهت لدولة الامارات مع شهادة الاساس اي لازم تاخد شهادة تكافئ الربس الامارات اصبح دلوقتي انت فاكر ان انا هاخد الاساس اي انا هروح بيها الامارات هروح بيها الكويت هروح بيها قطر هروح بيها في اي دولة هي مقبولة لا في بعض الدول يعني خليني الاول اقولك قصة الاساس اي وليه الامارات عملت ده او قالت ده لان الاساس اي عليها مشاكل كتير بقوة اعتمادها من حيث انه هو امتحان اونلاين مش امتحان حضوري امتحان اونلاين فيه دلوقتي على فيس بوك تخش تعمل سيرش تلاقي ناس بتحل الامتحانات لبعضها بمقابل مادي يعني يعني ان نظام غش يعني واحد بيروح يدفع فلوس لواحد يخش يحلله الامتحان وخلص ويبقى ناجح واسمه مدرب فمن ضعض الدول اللي اخدت هذا الاجراء ان دولة الامارات قالت لا احنا مش هنقيم يعني شهادة الاساس اي ولكن احنا مش هنقبلها يعني هما مش هيقولوا دي كويسة دي وحشة احنا مش هنقبلها حابب تعادل هذه الشهادة بالرابس اعتماد رابس لافي مشكلة خالص نيجي النقطة ثانية مسألة الرابس اعتماد الرابس يا شباب في دول او بعض الاقليم بيبقى ليه اعتماد رابس خاص بيها زي ما اتكلمت الوقت وقلت رابس الامارات وفيه ايروب رابس اللي هو رابس دول الاتحاد الاوروبي وفيه امريكا رابس او USA رابس فلو حضرتك واخد رابس ايرابس او ايروب رابس وروحت تشتغل بها في امريكا هيقولك لا لازم تاخد رابس امريكا او تعادل الشهادة بتاعتك لازم يبقى فيه معادلة للشهادة بتاعتك فتاني نصيحة وهي من الاهم النصائح اللي بديع للشهادة اللي حابب يمتهم مهن التدريب الشخصي او التدريب الرياضي شوف الجهة اللي انت رايح تشتغل فيها الدولة اللي انت رايح تشتغل فيها اي اعتماد عندهم مقبول اي اعتماد اقوى ومن هنا اعرف طريقة وان شاء الله ربنا يوفقك انا عايز اشكر كل اللي شافوا الحلقة لحد الاخر الناس اللي ما بتجريش عايز اشكركم وقولكم انا بحبكم جدا وبحب كل الناس حتى اللي جره وليكم عندي هدية جميلة الهدية هتلاقوها تحت الفيديو هتخش على اللينك اللي موجود وتمدأ البيانات بتاعتك هيوصل لك مني هدية برنامج تدريبي مناسب للناس المبترئة والناس اللي مستواها المتوسط البرنامج انا مصممه بعناية كبيرة جدا عشان خاطر احباي عشان خاطركم بتنسوش دعموني بلايك وتكتبولي تحت في التعليقات انتو بتتبعوني من اي دولة ومشرفوني بالمشاهدة من اي دولة وكان معكم اخوكم محمد شوقي وفي انتظار بتفعلكم معي السلام عليكم اشتركوا في القناة